وأكيد في حالات زي اللي هذكرها دي مرت على حضرتك يعني أسر غير مؤهلة مثلاً لإنجاب الأطفال وأنجب طفل ويكون مثلاً مستوى المادي مش كويس قوي فخلاص علمه مش نافع في التعليم والطفل مش نافع في التعليم مساب التعليم وخلاص يقولك هعمل بيئة خلاص ينزل يشتغل التصرف يكون إزاي في وضع زي ده مثلاً التصرف بتاع الطفل ممكن يكون إزاي لوه مش عادر يتعلم يعني مثلاً أنا دلوقتي أسرة عندي طفل خلاص مش نافع في التعليم فقول أنا خلاص يعد يعمليه في البيت لا ينزل يشتغل أولاً هو التعليم إحنا زي ما قلنا مش شرط التعليم الأكاديمي لكن ممكن أعلم الطفل حاجات كتيرة جداً تنفعه هو شخصياً وتنفع أسرته وتنفع مجتمعه بمعنى أنه ممكن يبدأ يتعلم حاجة مش ينزل يشتغل يتعلم حاجة هيشتغلها يعني خلاص إحنا قلنا التعليم يعني خلاص علم عليه أنه مش قادر يستوعب ولكن في حاجات تانية ممكن يتعلمها زي التعليم الفني إحنا ننقله من قلب التعليم الأكاديمي خالص أن أنت تحفظ وتذاكر وتمتحن ممكن تعليم فني بدون حتى شهادة عند بعض الأماكن المتاحة لذلك ممكن يستحبه الأب أو الأم لبعض الأماكن اللي يتعلم فيها مثلاً لهو منزو هوايات الأعمال اليدوية يعني ممكن يكون بيقدر يعمل اللي هي الحاجات اللي هي شبهة الطحف شوية هو الرسم على الزجاج أو أنه يعمل صناعة يدوية خفيفة فخار ما إلى ذلك الحاجات اللي هي تضر بسدره أو بجسمه كطفل فممكن حتى يبدأ في العمل ده واحدة واحدة كأسلوب تعليم ثم لما يوصل للسن المناسب ممكن يبقى دي مهنته الأساسية بلس أن نعلمه حاجات وأنشطة ما نحرموش من أنه يمارس أنشطة رياضية علشان الأنشطة رياضية بتحسن مستوى التفكير وبتقوي عضرة الدماغ وبتخليها انخرط في المجتمع بشكل متوازن أو بشكل متزن ما يبقاش نازل كده طفل أروح أتعلم مهنة أتعلم مهنة بس معنا حاجات تانية أخرى تساندني لأن الإنسان زي ما اتعلمنا كتير هو مسلس لازم يبقى البيولوجي بتاعه كويس الدلع النفسي كويس الدلع اللي هو الدلع الاجتماعي كويس لازم ينخرط اجتماعيا ونفسيا وأسريا